ما بنعتبر ما بنطعز جبال وقلاع وعساكر وجيوش وأنظمة ونظم ودول وحكومات كل ذلك يتعطل بلحظة واحدة زلزال عواصف نيران طوفان غرق كورونا أبدأ ضعيف أيها الإنسان وخلق الإنسان ضعيفا فقال له هذا الحاكم هذا الظالم قال لعزرائيل قال فأمهلني ساعة كي أحدث عهدا قال هيهات انقضت أنفاسك قال فإلى أين قال إلى لظى النار السعير جهنم الحطمة قال إلى لظى نزاعة للشوى من عظيم حرها هذه الجلد الفروة فروة الوجه والرأس تنسلخ تذوب وتقع جلد الكافر في جهنم ينكوي ينشوي يحترق مع أنه الإمام البيهقي ماذا يقول اسمعه الغلص غلص غلص جلد الكافر في جهنم أربعين زراع تعرف شو يعني أربعين زراع يعني قريب العشرين متر هذا بس سميكت جلده بدوب بيحترق وينشوي وينكوي وينسلخ ويقع ويبقى العصب والروح والعظم قال سبعين ألف مرة في اليوم هذا الإمام الحافظ البيهقي سبعين ألف مرة ينسلخ ينكوي يحترق ينشوي يقع ويخلق الله له جلدا آخر وهكذا وهكذا سبعين ألف مرة في اليوم غلص الجلد أربعين زراع نسأل الله السلامة ونسأل الله النجاة ونسأل الله الأمن ونسأل الله حسن الختام ونسأل الله أن يتوب علينا وأن يعتق رقابنا من النار الله يقول كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب إخواني والله نحن ضعفاء والله نحن عاجزون لا قبل لنا ولا طاقة لنا بعذاب الله لا طاقة لنا ولا قبل لنا بشيء من البرد أو الحر أو المرض أو كورونا فكيف بعذاب القبر وكيف بعذاب جهنم الله يقول كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب ليذوق العذاب ولا يموت يأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت خلود دائم خلود أبدي وأين في أعظم وأشد وأكبر نار خلقها الله ولا عذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون